زيارة مهمة جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض ناقش خلالها الطرفان قضايا مهمة خاصة بالأردن والدول العربية الأخرى حيث استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن العاهلة الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله في البيت الأبيض وذكر الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله والرئيس الأمريكي عقد لقاء قيمة بحضور الأمير الحسين وأكد الملك على عمق علاقات الصداقة والشاركة الاستراتيجية التي تجمع البلدين بحسب ما نقله الديوان عبر حسابه على تويتر في الوقت نفسه ذكر البيت الأبيض في بيان له أن بايدن التقى الملك عبدالله وأكد على قوة العلاقات والصداقة بين الولايات المتحدة والأردن وأشار البيان إلى أن الأردن حليف مهم وقوي لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وأكد بايدن دعم الولايات المتحدة الثابت للأردن وقيادة الملك وأوضح بيان البيت الأبيض أن بايدن والملك عبدالله ناقش الأحداث الأخيرة في المنطقة والآليات العاجلة لوقف العنف وتهديئة الخطاب وتخفيف التوترات في ضفة الغربية وأكد بايدن دعمه القوية لحل دولتين مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف جبل الهيكل كما أشهد بايدن بالدور الحاسم للمملكة الأردنية الهاشمية كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس وبحسب بيان البيت الأبيض ناقش الزعيمان أيضا الفوائد السياسية والاقتصادية لزيادة التكامل الإقليمي في مشاريع البنية التحتية والطاقة والمياه والمناخ مع اعتبار الأردن مركزا مهما لمثل هذا التعاون والاستثمار واتفق على البقاء على اتصال دائما وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وقالت وسائل أعلام رسمية أردنية أن الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي اتفق على ضرورة عدم تكرار المواجهات التي شهدتها الأماكن المقدسة في القدس وشدد على أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعود كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها وذكرت مصادر أن الملفات التي نقشت خلال اللقاء بالإضافة إلى القضية الفلسطينية هي سوريا ولبنان والبرنامج النووي الإيراني وحرب اليمن والحرب في أوكرانيا لما لها من أثر على أمن المنطقة وتشير التقارير إلى أن العاهلة الأردنية ناقش الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس وهو ما يتوافق مع جائزة السلام التي منحتها له أحدى الكنائس الأمريكية وهذه الجائزة هي بوابة السلام للقدس وفلسطين إضافة إلى مناقشة ملف الإرهاب والتطرف وارتداده على المنطقة بأسرها وسبقت القمة بين الرئيسين لقاءات للعاهل الأردني مع أركان الإدارة الأمريكية وقيادات الكونغرس وأعضاء لجان العلاقات الخارجية واستمر لقاء بين الرئيسين الأمريكي والملك الأردني نحو ساعة خلف أبواب البيت الأبيض وخرج الزعيمان باتفاقات متوقعة على القضايا التي يحملها العاهل الأردني حيث تعتبر الإدارة الأمريكية الأردن واحداً من أبرز شركاء في الشرق الأوسط وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها التي يخم بها عاهل الأردن لواشنطن منذ تولي رئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير 2021